كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية كشف أن الجزائر سجلت تراجعا كبيرا في إنتاج الحبوب بنسبة 40% لموسم حصادي 2020-2021 بسبب شخ الأمطار مما سيؤثر سلبا على اقتصاد البلاد وأكد عليوي أن الجهات الغربية للبلاد هي الأكثر تضررا حيث شهدت بعض الولايات جفاف بنسبة 100% والهضاب العليا كذلك لم تسلم من موجة الجفاف التي تعيشها الجزائر منذ سنوات